السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر احمد خلف مدرس علم الاحياء والنهاردة فيديو جديد لتانية سنة يلا بي لو انت بتتفرج علينا الاول مرة اهلا بيك على قناة الاحياء مع احمد خلف فلو انت لسه جديد اندي تشترك في القناة وفعل الجرس وشير الفيديو ليه مستر لان احنا بنشرح لك المنهج من اول حصة لاخر حصة كله مجانا على اليوتيوب على القناة خاصة بينا هي قناة الاحياء مع احمد خلف ولو انت لسه ما تعرفش نظام المتابعة بتاعنا كل اللي عليك انك تبعتنا رسالة على الواتساب على الرقم الخاص بينا 010-61-65-24-65 ده نظام المتابعة بتاعنا الخاص بيحل الاسئلة الشرحة بينزلك على اليوتيوب تبع انت لو عادت تتابع معنا حل اسئلة وتحل كمية اسئلة رهيبة وتعرف حل كل سؤال وايه الافكار اللي بنجيبها في الاسئلة نظام المتابعة بتاعنا بنحل في اسئلة تدريبات على الدرس اللي احنا بنشرحه كل الحصة عندك واجب الكتروني فيديو حل الاسئلة بتاعت الواجب الكتروني امتحان الكتروني فيديو حل الامتحان الكتروني وفيديوهات حل اكتاب الامتحان اللي هو اكتاب بنفسك والاختياري والمقالي والمهارات العونية طب سعر المشتراكة مستر ترمك كله بمئة جنيه شاكب راكب من اول حصة لاخر حصة فكل ترمك بكم بمئة جنيه ولا تقول لي امتين ولا تقول تمئة جنيه احنا جبنالك من الاخر الحمد لله ترمك كله بكم بمئة جنيه كل اللي عليك انك تبعت لنا رسالة على رقم الخاص بينا زينه عشرة واحد وستين خمسة وستين اربعة وعشرين خمسة وستين فسمي الله ويلا بنا نبدأ حصة النهاردة يلا سيال العصب يعني يا مستر سيال العصب قالك السيال العصبي دعبانا عن رسالة بتنقلها الاعصاب من اعضاء الحصب اللي هي اجهزة الاستقبال الى الجهاز المركزي والجهاز المركزي بيدي اشارة الى الاعضاء الاستجابة اللي هي العضلات والغضب وقالنا اللي بين الاشارة مستر من الاعضاء الى الجهاز العصب المركزي دي الخلايا الحصب واللي بين الاشارة من الجهاز العصب المركزي الى عضو الاستجابة دي اسمها مستر حركية طب اللي ما بين اللي اتنين اسمها الموصلة تمام طيب تعال نكمل قالك بص بقى قالك طبيعة السيانة العصر قالك السيانة العصر يا مستر ده عبارة عن ظاهرة كهربية كهرباء ولكن بطبيعة كيميائية يا مهرب يا مستر فيزياء كيمياء احياء احنا بندرس احياء والكهربية فيزياء والكيميائية كيمياء فيزياء كيمياء احياء فقالك ان ده عبارة عن ولكن التعريب ستسرق مواد كيميائية احضر هذا السنون بهذه الحالات التي تكون فيها الخلال العصبية احدث ان الخلال العصبية ستكون فضعين وضع واسمه وضع الروحة الذي لا تتعمل فيه اي شيء او لم تتعرض لمؤسر وضع اسم وضع الاسارة انتهت وضع وضع بالتفصيل اول وضع خلال العصبية في وضع الروحة ללك وضع الراحة بنسميه وضع الاستكتاضب لا is Huntingrad ي اي الان هي الم الطاب الفيديو تعالا نأخذ وضع الراحة بالتفصيل ول حاجة لك عان تبقى علي الخلية المنظر الخلية الي ببقى عليها شحنات موجبه 시고istan وجوبه شاحنات سادف يده مستهر ش يقومي وضع ابنت ومي اجمزل عن كهرباء حيلا. قال لك بص. قال لك جوه سالب بره يا موجب. ده وضع يا مستر. وضع الراحة. اللي هو الاستكتاب. طب ما له مستر وضع الاستكتاب. قال لك بص. بيبقى جوه سالب بره موجب. طب ليه يا مستر جوه سالب بره موجب. تعال بقى اقول لك التفسير. يلا بيه. قال لك جوه بيبقى فيه سالب عشان عندي ايونات كلور سالبة. وجزيئات بروتينات عددها كبير سالب. وقال لك جزئات البروتينات دي الجزئات بيبقى حجمها كبير جدا جدا جدا. ما بتقدرش تطلع من الخلية. يعني يا مستر. قال لك الخلية دي بيبقى عليها بوابات. قال لك البوابات دي والله مفتوحة. مقفولة البروتينات ما بتتحركش من مكانها. بتفضل في مكانها سبت. حلو. انا عندي كده كلور سالب بروتينات سالب. طب هي كمان مستر. قال لك عندي ايونات سوديوم موجبة وايونات بوتاسيوم موجبة. حلو. ده فين جوا الخلية. طب برر غلية يا مستر اللي هو خارج الغشاء. قال لك بيبقى عندي ايونات سوديوم موجبة وايونات بوتاسيوم موجبة وايونات كلور سالب. طب دي يا مستر جوا موجب وبرا سالب. قال لك بص. قال لك جوا سالب لان عدد شحنات السالبة اكتر من اللي برا. ازاي يا مستر. قال لك بص. قال لك ايونات الكولور بتبقى سالب. البروتينات عددها كتير ثالث طب حيل السوديوم بقى تركيزات السوديوم والبوتاسيوم مركز معاي قالك البوتاسيوم اللي جوه اكتر من اللي بره 30 مرة يعني البوتاسيوم اللي هنا مستر اكتر من اللي بره 30 مرة طب حيل السوديوم بقى مستر قالك السوديوم اللي بره اكتر من اللي جوه بنسبة 10 الى 15 بره يعني كده ده اعلى وده كده اعلى يلا بينا ايه اللي يحصل يا مستر قالك ده تركيزه اعلى وده تركيزه اعلى فايه اللي يحصل قالك البوتاسيوم هيطلع برا من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل فايه اللي يحصل يا مستر قالك يزداد نفاذية خروج البوتاسيوم يعني البوتاسيوم اللي يحصله مستر البوتاسيوم اللي هنا اللي كان عدده كتير هيطلع برا طب السوديوم مستر كده اللي عدده كتير هيدخل جوه قالك لا يا مستر قالك لأن البوابات اللي موجودة عيالغشاء منع الدخول الصوديوم يبقى فاضي الروح من اللي بيطلع مستر طب ركビه معي هنا البتاستيوم كان عدده كتير كل عمل يطلع يطلع برا فهنا البتاستيوم عدده يقلب والصوديوم كده كده عدده قالك تتغلب الشحنات السالبة على الشحنات المجابة وتتعاديلها يعني الشحنات السالبة بتعاديل الشحنات المجابة وكمان بتتغلب عليها تتفوق عليه فتخلي التركيز اللي جوه يا مستر سالب طب حل بره بره هنا فيه ايونات سالبة فقط والسوديوم كده كده بيبقى عدده كثير وما بيخشش جوه وعند البوتاسيوم بيطلع بره موجب فايه اللي بيحصل يا مستر قالك بتعادل الشحنات الموجبه الشحنات السالبة وبتتغلب عليه فتخلي التركيز الخارجي ايه موجب حل يبقى جوه سالب بره موجب طب حل قالك بص بب قالك لما جينا قسنا فرق الجهن بين التركيزين او بين الغشائر الداخلي والخارجي لقينا في حاجة لقينا يا مستر فرق الجهن طلع سالب سبعين ميلي فولت يعني سالب سبعين ميلي فولت في حاجة بسالب يا مستر لا يعني يعني عدد الشحنات السالبة اكتر من عدد الشحنات الموجبه بفرق يا مستر بفرق سالب سبعين فده عمل التوزيق غير متكافئ للشحنات ده هو Belicó hold 2 دinks 2 دinks مضخات البوتاسيوم السوديوم السوديم لو لديها اديه عدد كثير بتحط المزيدة اديها الله internation وجهة إداءها خشي wipes serum عدده خشي repeat خشي وضغtro سوديم الصوديم البوتاسيوم عدده كتير بتاخد منه البوتاسيوم عدده قليل بتحط بوتاسيوم فده المضخات المسؤولة عن ثبات نسبة البوتاسيوم والسوديوم خارج وداخل الغشاء عشان تخلي فرق الجود كما مستر سالب 70 ملي بولد تمام قالك بص بقى قالك احنا قلنا ان البوتاسيوم اللي هنا اكبر من البوتاسيوم اللي هنا صح والسوديوم اللي هنا اكبر من اللي هنا حل قالك بسterior قالك يا زداد نفازية خروج البوتاسيوم عن السوديوم 40 مرة أيان الكلام ده مستر يعني لو 40 جزيين بوتاسيوم طرع يطلع قصاده الناحية الثانية جزيين واحد سوديوم يبقى البوتاسيوم بيطلع 40 دعف السوديوم يبقى لو 40 جزيين بوتاسيوم طرع يطلع قصاده كامى واحد سوديوم وجزيين سوديوم عشان كده مستر في وضع الراحة تزداد نفاذية خروج مين يا مستر خروج البوتاسيوم ده وضع يا مستر وضع الراحة يبقى للراحة في كلمتين تعال تشرحوني يلا مين يا مستر تعال نشرح وضع الراحة في كلمتين وضع الراحة مستر في كلمتين خذ الخلاصة مني الزتونة ده وضع يا مستر وضع الراحة اللي هو اسمه ايه الاستقطاب وضع الراحة مستر او الاستقطاب بيبقى جوه سالب برا موجة وبص هقولك حاجة برا موجة مستر عشان فيه استوديوم انت دور على استوديوم استوديوم المكان اللي تلاقي فيه تبقى الشرحنا اللي موجودة فيه مجرد يلا بنا ايه اللي بيحصل مستر قالك مستر تزداد نفازية خروج البوتاسيوم يبقى فاضع الراحة تزداد نفازية خروج مين يا مستر خروج البوتاسيوم وتقل نفازية مين يا مستر نفازية خروج استوديوم حل حل البوتاسيوم بيطلع عن استوديوم كم مرة اربعين مرة السوديوم هنا قد اللي برا كم مرة ميستر تلاتين مرة السوديوم اللي هنا اكتر من اللي جوه كم مرة ميستر من عشر لخمستاشر مرة حل فرق الجهد لما جينا اثناء طلع كما ميستر سالب سبعين ميلي فول ده كل اللي عاوزك تعرفه في وضع الراحة دي كلها لخصتلك وضع يا ميستر وضع الراحة ما تنساش هنا بيبقى عندي سوديوم وهنا كمان عندي بوتاسيوم هنا ايونات كلور سالبة هنا ايونات كلور سالبة وبروتينات سالبة تمام ده كده ميستر وضع الراحة تمام تعال بقى نخش على البعض يلا بي كمية الايونات السالبة بتعادل الايونات المجابة وتتفوق عليها مما يخلي السطح الداخلي يا ميستر السطح الداخلي سالب والخارج يا ميستر والخارج يقولنا موجب تمام طيب تعال بقى نكمل قالك ده بيعمل لفرق جهد كم يا ميستر سالب سبعين ميلي فول الحالة دي بنتسميها ميستر حالة الراحة او الاستغطاب يعني الخلية لسه متعرضتش لمؤثر يعني الخلية ايه في حالة تمام قالك حالة الاستغطاب هي حالة الخلية العصبية ايه ميستر في وضع الراحة سطحها الخارجي موجب والداخل يا ميستر سالب فرق الجهد كم يا ميستر سالب سبعين ميلي فولت وده منسميه فرق الجهد التأثيري فرق الجهد من ميستر التأثيري قالك خلي بالك اللي بيخلي التركيز ده سابت اللي هو سالب سبعين مضخات سوديوم وبوتاسيوم توجد فينا ميستر في غشاء الليفاء وده اللي بتلعب دور في المحافظة على السبات النسب اللي هو كامت سالب سبعين ميلي فولت وقال لك خلي بالك ده المسؤولة عن توزيع عيونات السوديوم والبوتاسيوم عن طريق مينا ميستر النقل النشط يعني ده بتحتاج الى ميستر الى جزيئات اي تي بي عشان تخلي حتى حدوث التنبيه ومرور السيال حتى يتغير الى هذا الوضع الى وضع الاسارة تعالى بقى ناخد تاني حالة وهي حالة الاسارة يعني الخلية كانت سليمة في وضع الراحة جيت عرضتها لمؤثر اي حاجة بقى ضربتها خبطتها عملت اي حاجة المهمة عرضتها ايه لمؤثر اول ما الخلية تتعرض لمؤثر بنسميها ميستر حالة الاسارة او الاستثارة او وضع اللا استقطاب وضع ميستر اللا استقطاب يعني ما فيش استقطاب او زوال الاستقطاب يبقى منسميه وضع ميستر وضع اللا استقطاب او زوال الاستقطاب او الاستثارة او الاستثارة يعني الخلية تعرضت ايه لمؤثر يعني الخلية كانت تفضع روحها بعد كده بقت في وضع اي صارة تعالى بقى ناخدها قالك عند ايصارة الخلية بمؤثر تحدث تغيرات في نفذية غشاء الخلية للايونات اذا كان المؤثر كافي يعني انا اصدت على الخلية دي بمؤثر كافي ايه اللي يحصل هتتغير ميستر نفذية غشاء الخلية فتفقد غشاء الخلية كدرات الفيسيورجية يعني انا مسك الالم ده حل دواده مثلا الروح جيك كهربتك ايه اللي يحصل هتسيب ايدك هتسيب الالم وقال لك نفس الكلام ومش كان في غشاء ميستر في بوابات اه كهربت الغشاء كهربت البواب البوابتي هتفتح فالبوابات مفتوحة فتعال بقى نشوف الايونات اللي يحصل مين يطلع مين يدخل يلا بينا نعرف ايه اللي يحصل قال لك هفقد غشاء الخلية العصبية قدراته الفيسيورجية فيعمل على اندفاع كميات كبيرة من ايونات السوديوم الى داخل مين يمستر الى داخل الخلية تعالوا بقى نشرح الكلام ده بالتفصيل المميل يلا بينا تعالوا بقى نشرح الكلام ده بالتفصيل اول حاجة مستر الخلية كانت فاضة ايه الراحل اللي هو وضع الاستقطاب كان بره موجب جوه سالب فرق الجود سالب سابعين ميلي فولت اول معرض الخلية دي للاصارة ايه اللي يحصل مستر قال لك بتفقد الخلية خوصها الفيسيولوجية يعني ايه الكلام ده اول حاجة مستر كانت الشحنة اللي جوه سالبة وبره مجرد صح مستر صح مستر وكان اللي بيحصل مستر كانت بتخرج ايونات البوتاسيوم البوتاسيوم كان بيخرج مؤثر ايه اللي يحصل مستر قال لك بص قال لك رشاء الخلية هيفكد خوصه الفيسيولوجية هو البوابات كانت بتمنع مرور السوديوم فاللي يحصل قال لك البوابات مقت مفتوحة تعالى بقى نشوف هنا السوديوم كان اعلى وهنا السوديوم كان اقل صح والبوابات مفتوحة فايه مستر قال لك هينزل السوديوم من اعلى الى الاقل يعني تزداد نفازية دخول السوديوم فالسوديوم يا مستر هيدخل جوه يلا فتح البوابات خش جوه طالما السوديوم جوه يبقى جوه على طول يا مستر جوه مجر وبره مستر بره سالك حل تعالى نقص فرق الجود لما جينا قصنا فرق الجود طلع مستر فرق الجود موجب 40 ميلي فولت موجب 40 ميلي فولت يعني يا مستر يعني على الشحنات الموجبة يتغلب على الشحنات السالبة بفرق كام موجب 40 وضع ال اصارة او اللا استقطاب طبعا مستر تعالى تقول يا مستر ليه جوه بقى موجب بره سالب يلا بينا هشيح لك كل حاجة بالتفصيل بص بقى معي ليه جوه موجب بره سالب عارف الايونات اللي كانت جوه ايو مستر كان البوتاسيوم وكان الصوديوم موجب ايونات كلور سالبة وبروتينات سالبة وبره كان الصوديوم كوي البوتاسيوم موجب ايونات كلور سالبة هنا الخليج كانت في وضع الروح حلو مستر حلو اول ما البوابات اتفتحك ايه اللي يحصل قال لك بص قال لك البروتينات دي جزئات كبيرة ولا بتطلع ولا بتدخل والكلور السالبة هي نفس الكلام برضو مسالمة بتفضل دايما هي ولا بتطلع ولا بتدخل طب حلو الكرور السالبة مستر ينفع يخش جوه قال لك لا سالب وسالب يحصل ما بينهم تنافر فكل واحد يفضل في مكان طب حلو قال لك بقى الصوديوم والبوتاسيوم اللي يعلي كله في الصوديوم والبوتاسيوم يلا بينا هنا الصوديوم عدده كتير وهنا عدده أقل فإن اللي يحصل مستر قال لك البروتينات السالبة دي عددها كتير فتعمل يا مستر تعمل على تجذب الشحنات المجر طب مين برا كتير الصوديوم على البوتاسيوم لا الصوديوم فالصوديوم يخش يا مستر جوه طب حلو قال لك أينات الكولوري اللي برا إيه يا مستر تعمل على تجاذب أينات البوتاسيوم ولكن بكمية قليلة في إيه اللي يحصل مستر يبقى تزداد نفاذية دخول الصوديوم الصوديوم يدخل يا مستر جوه يلا بينا فتحوا البواب نفاذية خروج البوتاسيوم يبقى في وضع الإصارة وضع اللي استخطاب مين اللي بدخل جوه مستر الصوديوم ومين اللي بيطلع مرة بنسبة قليلة مستر البوتاسيوم فيبقى جوه منجب برا سالب ليا مستر يلا بينا هنا الصوديوم دخل جوه بعدد كتير والبوتاسيوم كان هنا أكتر كتير كان عدده 30 مرة بقى بيطلع بنسبة قليلة يعني نسبة قليلة طلعت يعني برضو البوتاسيوم اللي كان هنا كتير والصوديوم اللي هنا كتير ده موجب وده موجب ايه اللي حصل مستر هما اللي اتنين عدلوا الشوحنات السالبة وتغلبوا عليها فبقى التركيز اللي جوه موجب طب برا مستر برا عندي ايونات القلور حب استوديوم اللي كان عدده كتير دخل جوه فبقى استوديوم اللي ضر عدد قليل والبوتاسيوم كان عدد قليل فاللي يحصل مستر عملت الشوحنة السالبة عدلت الشوحنة الموجب وتغلبت عليها فخلت الغشاية الخارجية مستر سالبة تمام يبقى الخلاصة مستر تعال نقولها الخلاصة مستر عندي حاجتين وضع الراحة اللي هو الاستكتاب ووضع الاصارة الا استكتاب يلا وضع الراحة مستر بتبقى الخلية جوه سالب برا موجب فرق الجودة مستر سالب سابعين ميلي فولت اللي بيحصل هنا عندي سوديوم بوتاسيوم سوديوم بوتاسيوم اللي هيعبه في السوديوم والبوتاسيوم ايها مستر تزداد خروج ايونات البوتاسيوم كم مرة مستر اربعين مرة بالنسبة المين للسوديوم طيب عدد السوديوم هنا مستر تلاتين مرة السوديوم اللي هنا مستر من عشرة لخمستاشر مرة حل فرق الجودة كام سالب سبعين. تعال بقى وضعي الاصارة. اول معرض الخلية لوضع الاصارة يبقى جوه موجب بره سالب. فرق الجودي كاما ميستر موجب اربعين ميلي فولت. اللي بيحصل ميستر تزداد نفازية دخول السوديوم وتقل نفازية خروج مينا ميستر البوتاسيوم. تمام? فرق الجودي كام موجب اربعين ميلي فولت. قال لك بصها الخلية في وضع الراحة كانت سالب سبعين ميلي فولت. بقت في وضع الاصارة موجب اربعين. عشان احول من السالب سبعين ميلي فولت الى موجب اربعين ميلي فولت. بحتاج كام يلا بينا. عشان احول من السالب سبعين لموجب اول حاجة انا عاوز سبعين زيهم سالب سبعين زائد موجب سبعين يديني صفر. بعد كده وضع الصفر كام اربعين. يعني انا هحتاج كما مستر مية وعشرة. يبقى انا عشان احول الخلية من وضع الـراح الى وضع الاسارة نحتاج جهدي مقدره كام? مية وعشرة. ده منسميه جهد الفاعلية. طب الاعكسة مثل. عايزة احول الخلية من وضع الاسارة لوضع الروح من موجبه اربعين للسليب سبعين. هحتاج كما مستر. سليب مية وعشرة. ده اسمها مستر ايه? اسمه جهد الفاعلية. تمام? تعالى بقىnikaml. يبقى حالة إزالة الاستخطاب أو اللا استخطاب هي حالة تكون فيها الخلية في وضع إيصارة عندما يكون سطحها الخارجي سالب والداخلي موجب ويكون فرق الجودي كاما ميستر موجب 40 ملي فولت الحالة الثالثة إزاي سالي ينتقل من خلية لخلية قال لك بص أول حاجة ميستر الخلية بتبقى في وضع الروح صح؟ الجزء ده في وضع الروح طب حين الجزء اللي بعده عاوز يتعرض لإيصارة إيه اللي حصل؟ بصوا بقا معي أول حاجة هنا ميستر الخلية في وضع الروح عملت لها مؤثر عرضتها لمؤثر دي كانت في وضع الروح يعني متى كانت وضع الروح ميستر يعني كان برا موجب جوه سالب أول ما عرضتها لمؤثر هتتغير الخواص الفيزيولوجيات طب يبقى هنا ميستر جوه موجب برا سالب طب حين الخلية دي في وضع إصارة طب الثالثة خلية دي ديسته في وضع الروح الخلية في وضع الروحة كانت اتعردت لمؤثر ماذا السايلة هنتقل من هنا يروح للخلية brand الخلية اللي كنت وضع الروحة A اول ما يروح لها السايل . يبدأ تتحول الى وضع الروحة لا تحهم اى حاجه بص اقولها Beinثال بسيط هيفاهمك الليلة دي كلها انا معايا دراعين حل الخلية دي وضع الراحة هل دي مسك اي حاجة لا مستر والخلية دي مسك الرموت هنعتبر الرموت ده مؤسس حل الخلية دي وضع الراحة وضع الراحة يبقى ايه مستر وضع الراحة مستر يبقى جوه سالب برا مجرح حل هل اتعرضت لمؤسس لا مستر طب هيا الله بينا عديها المؤسس اديتها الرموت بقت ايه دلوقتي مستر وضع اصارة وضع الاصارئ يكون جواه غير مجبرة سريم الخلية اللي كانت في وضع الاصارة كل سواء قبل وضع الاصارئ هل مسكت اي حاجة؟ لا يا مستر فيها تشارك الوضع الاصارئ ويسار كونه نقلت للخلية اللي بعدها ويسارك ويسارك يلا بنا نقلت الوضع هذه بعدها ويسارك ويسارك يعني يا مستر قبل الخلية تتأثر المؤثر عند اللحظة بتاعيتها. يعني دي وضع الراحة. لسه ما تعرضتش لمؤسر بتفضل راحة. طب اول ما تاخد المؤسر بتتحول لوضع الاسارة. طب فقدت المؤسر بترجع لوضع الراحة. اه يعني انت بتقول ان السيال العصبي ينتقل من خلية الخلية. راحة اسارة. راحة اسارة. وهكذا. اه يعني دي راحة الخليه دي اسارة. طب الخليه اللي جمعها كانت راحة. اول ما يروح لها السيال تبقى دي اسارة. ودي ترجع ايه? راحة. يعني السيال العصبي استلعبانه عن شبه الموجة. قم موقع قم موقع. بس ده استكتاب لا استكتاب. استكتاب لا استكتاب لا استكتاب. تمام? اخر حاجة بقى الخلية كانت في وضع الراحة. بقت في وضع ايصارة. عشان ترجع لوضع الراحة تاني. اه اللي بيحصل? قال لك بص. قال لك عشان الخلية ترجع الوضع الراحة تاني بيرجع الغشاء لطبيعته. وايه لما الغشاء يرجع لطبيعته? قولي اللي كان بيحصل في وضع الراحة. وضع الراحة ميستر كان جوه سالب بره موجب. تزداد نفازية خروج البوتاسيوم. هو ده اللي انا عاوزك تقولولي بس. ما تقوليش يا ميستر هطرد السوديوم اللي دخل. لا لا مش عاوزك ده. اقولك امتى الخلية ترجع لوضع الراحة تاني? هتقولي لما تزداد نفازية خروج البوتاسيوم. يعني بمعنى صح اشرح لي وضع الراحة. بلاش تشغل دماغي عشان هتطلقبط في الاسئل. اعمل الطريقة اللي انا بقولها لك وهتحل اي سواء. هقولك ايه اللي يحصل لما تيرجع الخلية لوضع الراحة? اشرح وضع الراحة. ايه لما ايه اللي يحصل ميستر? هيرجع لغشاء لخواصة الفوسيولوجية. فتزداد نفازية البوتاسيوم. تمام? اللي هو وقت الراحة. تمام? يبقى يعود التوزيع الايوني غير متكافئ اللي هو في وضع الراحة اللي هو عودة الاستقطاب. قالك بسبب. قالك الخلية لما تنقل من وضع الراحة الى وضع الاستقطاب. وترجع تاني للوضع الراحة بتاخد فترة معينة. يعني الخلية دلوقتي في وضع اصارة. بعد كده عاوزة ترجع لوضع الراحة بتاعها تاني. بتاخد فترة عشان تقدر تستعيد خواصة الفوسيولوجية الاولانية. الفترة دي بنسميها مصدر فترة الجمح او الامتناء. فترة ايه? الجمح او الامتناء. ودي الفترة اللي بيستعيد فيها الغشاء خواصة الفوسيولوجية. حتى يمكنه النقل سيار جديد. عشانان السيار جديد لازم من خلية تبقى في وضع الراحة. ما ينفع عشان السيارة والخلاف وضع اصار. لازم من خلية ترجع وضع ايه? الراحة عشان تقدر تاخد السيارة. يعني دي كده وضع الراحة. اديتها مؤسر. كده وضع ايه? اصاري. ينفع اديها مؤسر تاني وهي في وضع اصاري? لا مستر. لازم ترجع في وضعها الراحة عشان اديها مؤسر تاني. يبقى هي لحظة التحول من الاصارة للراحة بتاخد فترة زمنية. اسمها فترة ايه? الجمح او الامتناء. ودي فترة زمنية. مقدارها واحد من الف الى تلاتة من الف جزء من السنة. يلا مستر ده مقدار كبير. ده واحد من الف لتلاتة من الف من السنة. يعني انت لما بترمش معينك هي بتكون عدد خلاص. يعني واحد من الف جزء من السنة. يعني مش ثاني واحد. ده واحد من الف الى تلاتة من الف جزء من السنة. دي تلي اصارة العصب. يعني بعد ما العصب يصار يرجع لوضع الراحة تاني. يستعيد فيها غشاء الخلايا العصبية. خواص الفيسيولوجية. اللي هي يا مستر. اللي هي تزداد نفذية خروج ايونات الموتاسيوم. حتى يمكن نقل السيال عصبي جيني. عشان ينقل السيال لازم الخليج تبقى في وضع الراحة. ولا يستجيب لاي مؤثر مع مكانة كوز. يعني الخليج طول ما هي في وضع الجموح ما تقدرش تاخد مؤثر مع مكانة كوز. لازم ترجع لوضع ايه؟ الراحة. تمام? يبقى عند وصول مؤثر لخليجة عصبية اثناء فترة الجموح لا تستقبله الخليج العصبية يا مستر. لعدل مستعادة غشاء الخليج العصبية خواص. لازم يرجي عن الخواص الطبيعية اللي هي كانت في وضع يا مستر. تمام? جهد الفاعلية ده الجهد المبسور. ليه? الازالة الاستقطاب عشان احول من السلب سبعين الى الموجة باربعين. بحتاج كم? مية وعش. ده اسمه ايه? جهد الفاعلية عشان احول الخليج من وضع الراحة الى وضع الاستقطاب. يبقى محتاج مية وعشان. يبقى من الراحة الى الاستقطاب مية وعشان. طب من الاستقطاب الى الاستقطاب سالب مية وعشان. خصائص السيال العصبي. سرعة السيال العصبي. انا عشان ازود سرعة السيال العصبي. اول حاجة مستر الغمد النخاعي. اللي هو بيخلي السيال يعدي قفزا. عن طريق مستر عقد رنفية. اتنين. قطر. الليفة العصبية. قالك كل ما يزيد القطر كل ما تزداد السرعة. كل ما يقل القطر كل ما بتقل السرعة. وقالك اكبر ليفة عصبية يعني اكبر قطر استيال العصبي فيه بيمشي بسرعة مية واربعين متر لكل سنة. دي اسرع السرعة على الاستيال. مية واربعين ملت في السنة. ده لما يبقى يا مستر القطر بتاع الليفة كبير. طب اصغر قطر ليفة السيال العصبي بيعد فيه اتناشر متر لكل سنة. دي صورة برضو رهيبة مستر. يبقى اكبر قطر مية واربعين. اصغر قطر اتناشر متر لكل سنة. تاني حاجة مستر. قانون الكل او اللاشي. حيث يخضع السيال العصبي لقانون الكل او اللاشي. يعني يا مستر. يعني لن يتولد سيال عصبي الا اذا كان المؤثر كافية لاستجابة هذا العصر او لاصارة هذا العصر. يعني يا مستر. الخلية في وضع الراحة بتبقى سالف سبعين. عشان احولها وضع اصارة مجباربين. يبقى انا لازم اصر عليها بقوة كان مية وعشرة. لو اصرت عليها باقل مية وعشرة مش هيحصل اصارة. يعني يا مستر. انت دلوقتي الخلية هي. جاتنا موسى وقفت على ايدك. هل بتحس بيها? لا لان هي اصرت عليك باقل مية وعشرة. اول ما تقرس لك وتشفت منك الدم بتحس بيها. لان هي اصرت منك ساعتها كان بمية وعشرة. يبقى لن يتولد سيال الا اذا كان المؤثر قويا. يعني لازم يوصل كام مية وعشرة. بدرجة تكفي لاصارة. والي هو كان مية وعشرة. فاذا كان المؤثر طعيفا لن يتولد هذا السيال. ولا يقفل نقل هذا الخلية العصبية او الليفة العصبية. من حالة الراحة الى حالة الاصارة. يعني انا لازم اعصر عليه بقوة تقدر تحوله. من السلب سبعين لمجبه اربعين. اللي هو كام مصطر مية وعشرة. طب الزيادة مصطر. لو اصرت عليه بقوة مية وخمسين. مية وستين. الزيادة تتعمل حاجة. قالك الزيادة في قوة المؤثر لن تزيد في قوة الاستجابة. يعني مهما كانت قوة المؤثر مش هتستجبه. مش هالزيادة منهاش دعوة ولا تزود في قوة الاستجابة. انا كل اللي عاوزه مية وعشرة. والله اصطرت على الخلية بمية وعشرة هتتحول الوضع غصر. طب اقل مش هتتحول. طب زيادة. الزيادة في قوة المؤثر لن تزيد في قوة الاستجابة. يلا بنا نكمل. يبقى عند وصول مؤثر ضعيف. الى الخلية العصبية لن يتولد سيال ولن تتأثر الخلية ولن ينتقل سيال عصبي طبقا من قانون الكل او اللاشير. اخر حاجة معانا في الجزء ده التشابك العصبي. يعني التشابك العصبي. قال لك التشابك العصبي. ده موضع بيكون موجود ما بين النهايات الفرعية او التفرعات النهائية. ليه محور والتفرعات الشجيرية لخليقه. يعني يعني دي كده مثل الخلية عصبية. دي النهايات الفرعية بتاعه. اللي هي النهايات المحورية. ودي زواية شجيرية خلية تانية. قال لك بص بس عدتك. قال لك النهايات العصبية مع الزوايات الشغيرية. المسافة اللي ما بينهم دي بنسميها التشابك العصبي. ده الموضع اللي بيكون عنده التفارعات النهائية مع الزوائد الشجائرية. انواع التشابك العصبي. قال لك عندي تشابك عصبي عصبي. يعني خلية عصبية مع خلية عصبية. تشابك عصبي عضري. خلية عصبية مع عضرات. عصبي غدي خلية عصبية مع غدة. تمام? ده اسمه يا مستر التشابك العصبي عصبي او عصبي عضري او عصبي غدي. يلا بنا ناخد تركيب التشابك العصبي. قال لك يظهر التركيب الضقيق للتشابك العصبي عن طريق التشابك العصبي العصبي أول حاجة عندي حاجة اسمها الأزرار قلتلك الأزرار دي الانتفاخات اللي موجودة فيه في النهايات التفرعية قال لك النهايات الفرعية بتاعت المحول النهايات المحول اللي هي النهايات العصبية دي بيبقى فيها انتفاخ الانتفاخ ده اسمها مستر أزرار ودي عبارة عن انتفاخات موجودة في نهايات التفرعات يا مستر النهايات لمحول الخلية العصبية وبتبقى عريبة جدا من مين يا مستر؟ من زواد وجسم الخلية الأخرى يعني النهايات دي بتبقى عريبة من نفس الجسم الخلية لا يا مستر دي بتبقى بعيدة عن الجسم بس بتبقى عريبة من زواد وجسم الخلية الأخرى الخلية اللاحقة بها تقول لك الأزرار دي يا مستر قال لك الأزرار دي بيبقى جواها حويصرات تشابكية يعني عبارة عن مجموعة من الأكياس قال لك الأكياس دي يا مستر تحتوي على المواد كيميائية المواد الكيميائية دي بنسميها النواقل الكيميائي دي المسؤولة عن نقل السيال العصر وانا مش قلت لك ان السيال اللي عبارة عن ظاهرة كهربية زادة طبيعة كيميائية يعني المسؤولة عن نقل ومواد كيميائية هل المواد دي اللي موجودة داخل من؟ الحواصلات التشبكية وهم مادتين مادة اسمها الأساطيل كولين ومادة اسمها النور أدريلين والنور أدريلين ده عبارة عن هيرمون عصبي نقل هرمون يستخدم في نقل السيال العصر يبقى الأساطايل كولين والنور قادرانين يبقى أنا عندي الأزرار اللي هي الانتفاخات قالك الانتفاخات دي جواها حرايصلات تشبكية حرايصلات تشبكية جواها مين يا مستر؟ أساطايل كولين والنور قادرانين ايه بقى اللي بيحصل؟ قالك النقلات الكيميائية دي عبارة عن مواد كيميائية لها دور كبير في نقل السيالات العصر اللي هو الأساطايل كولين والنور قادرانين حل؟ قالك بصرا قالك دي مش عبارة عن مستر عن حرايصلات التشابكية. حل. قال لك بص بقى. قال لك فيه حاجة عندي اسمها شق التشابك. يعني يا مستر. دي النهايات ودي الزوائد. عاوزين يعملوا تشابك عصر عصر. حل. المسافة اللي ما بينهم دي بنسميها باستر شق التشابك. فدي بنسميها يا مستر شق التشابك. حل. ما بين النهايات العصبية والزوائد. المسافة دي بنسميها يا مستر شق التشابك. قال لك خلي بالك. قال لك الجزء ده بنسميه شق التشابك. وده بيبقى محشور ما بين الغشاء قبل التشابكي ده جزء بنسميه قبر التشابكي وده الجزء بعد التشابكي اللي ما بينه ما اسمه يا مستر شق التشابك ده محصور ما بين الغشاء قبل التشابكي وبعد التشابكي قبل التشابكي ده اللي بيبقى عند النهايات العصبية بعد التشابكي عند الزوائد الشجيرية انتقال السيال العصبي عبر التشابك العصبي عصبي ازاي بقى السيال ينتقل من خلية لخلية يلا بينا اول حاجة مستر السيال العصبي هنتقل عن طريق الزوائد الشجيرية. الزوائد تدي للجسم والجسم يدي للمحور. المحور يدي للنهايات الفرعية او النهايات التفرعية. النهايات التفرعية تحتوي على الازرار. الازرار دي فيها مستر هو عصارات تشابكية. هو عصارات تشابكية في مستر فيها الاسطاية الكولين والنور ادرالين. دي عبارة عن اكياث. الاكياث دي يا مستر تحتوي على النور الادرالين والاسطاية الكولين. ايه اللي بيحصل. قال لك بيبقى موجود على الغشاء النهايات العصبية بيبقى موجود ايونات الكالسوم. يبقى هنا عندي ايونات الكالسوم. ايونات الكالسوم بتعملها مسطر. قال لك ايونات الكالسوم دي بتفجر الحويصرات التشابكية. يعني بتفجر الاكاس. اول ما تفجر الاكاس من يطلع مسطر الاساطير كولين والنون الادرانين. قال لك الاساطير كولين بتمشي من النهايات التفرعية وتزبح في شق التشابك لحد ما توصل للزوائد بتاعت الخلايا الاخرى. قال لك على الزوائد الخلايا الاخرى بيبقى موجود مستقبلات. المستقبلات دي مين يروح لها? يروح لها مستر. الاساطائي الكولين والنور القادرين. تمسك في المستقبلات. فاول ما تمسك في المستقبلات تقارب الغشاء. اول ما تقارب الغشاء البوابات بتاعت الغشاء تفتح. اول ما البوابات الغشاء تفتح مين يدخل جوه? السوديوم. ولما السوديوم يدخل جوه مستر يبقى جوه موجب بره سالف فتبقى الخلية في وضع اصارة فينتقل السيال العصبي من الخلية دي الى الخلية دي دي كده مستر طريقة نقل السيال العصب اظن ان انا شرحتها لك بالتفصيل المملك تمام تلتصق النقلات الكيميائية اللي هو النور الادريني والاسيطيركولين بالمستقبلات الخاصة بها والموجودة على مينا مستر اخشية الزوائد الشجرية مما يؤدي الى اصارة هذه الخلية ودخول ايونات الصوديوم فينتقل السيال فيفقد الغشاء خواصه الفيسيولوجية فتتغير نفذيته الانيونات الصوديوم فيدخل ايونات الصوديوم تمام طب حيب كده الخلية في وضع اصارة بسبب ان المستقبلات موجود مينا مينا مستر الاسيطيركولين والنور الادرين طب حيب كده الخلية وضع اصارة عاوز ارجع الخلية تاني لوضع الروح ايه اللي يحصل مستر لازم اقصر الاسيطيركولين اللي موجودة على المستقبلات من اللي يكسره مستر يجي انزيم الكولين اساتريز الكولين اساتريز ده بيبقى موجود في شق التشابك يعني المنطقة بتاعت شق التشابك بيبقى فيها انزيم الكولين اساتريز بيعمل انزيم الكولين اساتريز على تحطيم الاسيطيركولين الى كولين وحمد خليج اول ما كسرت الاسيطيركولين الكورين يرجع الغشاء يرجع خواصه الفيسيولوجية عادة. طب ايه اللي هي احصل? تزداد نفازية خروج ايونات البوتاسيوم. فيبقى غشاء الخلية جوه سالم بره موجب. وده وضع يا مستر وضع الروح. عشان الخلية ترجع وضع الروحة تاني بتاخد فاطر اسمها فاطرة ايه? الجموح او الامتناع. فاطر الجموح او الامتناع. دي اللي بيحصل فيها يا مستر بيضرد الغشاء كل ايونات السوديوم. عن طريقة عملية اسمها عملية النقل النشط. فاجا اقول لك في الخلية. ايه اللي بيحصل للخلية? لما ترجع لوضع الروحة? قل اللي اللي حصل بالضبط في وضع الروحة. وضع الروحة تزداد نفازية خروج ايونات البوتاسيوم. محدش يقول لها مستر تعمل على طرد ايونات السوديوم. لا. اللي بيعمل على طرد ايونات السوديوم اللي هي فاطرة الجموح او الامتناع. لكن لما اجا اقول لك روحة اشرح للي حصل في الروحة. تمام? طيب. يعمل التشابك العصبي عمل استمام. ان السيال العصبي يمر عبدالتشابك في اتجاه واحد فقط العكس. هو عايير جعل العكس تاني. بيقولك من محوى الخالية العصبية الى الزوائد الخالية العصبية ولا يسمح التشابك بالمروج في الاتجاه المضاد. يعني ما بيروحش في الاتجاه المضاد. كده نكون خلصنا الجزء الخاص بالسيال العصبي. وبكده نكون خلصنا. حسة النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشير الفيديو عشان نوصل لكل الناس. ولو حبتم تشترك معنا في نظام المتابعة اللي هو النظام الخاص بحل الاسئلة. من حل في اسئلة تدريبات على الدرس اللي احنا لسه شرحينه. بيكون عندك واجب الكتروني. فيديو حل الواجب وكمان امتحان الكتروني. وفيديو حل الامتحان الكتروني. وفيديوهات حل اكتب الامتحان اللي هو اكتب نفسك والاختياري والمقالي. واسئلة المهارات العالية. كل اللي عليك انك تبعد لنا رسالة على الواتساب على الرقم الخاص بينا. 0-10-61-65-24-65. وسائل الاشتراك والتلك الترمي كله سواء اول سنوي او تانية سنوي بكم بمين جنيه. كان معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.